مرحبا لجميع مشاهدي الأنباء سبورتس وعلى الصحافة الرياضي شربل البيسري شربل كيفك؟ الحمد لله الحمد لله بالنسبة لبرشلونا تعود إذا بدك على الفضائح من بعد فضيحته أمام روما وأمام ليفربول وأمام آخر شيء الفريق الألماني بار ميونيخ هالمرة كمان في فضيحة تانية أمام باريس سانجيرما بتعتقد من بعد الريمونتادة اللي حقق ب2017 هل في إمكانية ليحقق ريمونتادة تانية؟ أعتقد باريس سانجيرما بآخر فترة يعني منه بجاو أنه يرجع يعمل ريمونتادة وحتى الظروف مش هايقته مثل اللي عملة قدام باريس سانجيرما بالـ 2017 فأخصوصا أنه الجايم برات أرضه راح تكون حيكون شيء كتير صعب عليهم وتقريبا أنا ما بلاقي أنه عندهم أبدا حظوظ بقال لا يرجعوا أنه يكون عندهم حتى قدرى أنه ينافسوا على بطاقة التأهل صحيح كمان تزامنا مع هيدا الشيء كان عم يحكي يعني بالصحافة أنه نيمار تصل بميسي ونصحوا أنه يجي على باريس سانجيرما خصوصا عم يطلع حكي كمان أنه نيمار خلص جدد عقده تقريبا أو تجديد عقده هو مبين واضح أنه حيجدد مع باريس سانجيرما لـ 2026 هايك عم يطلع حكي بالصحافة برأيك خلص ترى بميسي المنتيل ايه وفي دليل كمان على هيدا الشيء كلام دي ماريا أنخل دي ماريا يلي غاب عن جيم برح قبل المبارات كان عم بيحكي أنه ماسي قريب من باريس سانجيرما وهيدا الشيء استرفزوا لرونالد كومان ولجوردي ألبا يلي استنكروا هيدا الموضوع وعتبروها أنه مثل نوع من الوقاحة من اللاعب أنه يحكي عن لاعب بفريق ثاني أنه جاي عم تحكي عن رونالد كومان يعني كمان وقت خلص الماتش قال أنه نحن حظوظنا خلص مبدئيا صارت شبه مستحيل أنه نتأهل تعتقد أنه بحق للمدرب أنه يحكي هاي الكلام هيدا الشيء ما بهبط شوي من معنويات الفريق؟ هو كومان يبكي هون في ناس عم تشوفوا شوي تشاؤمي بس هو واقع طبعا يعني فلا هو طبيعي أنه يحكي هيدا الشيء لأنه بيعرف أنه الأجواء خلص مش محضرة يعني يعني ما في عندهم بقى مقومات العودة يعني يمكن بيقدروا بيعملوا بأعجوبة يعني بس ما في هيدا الجمهور ما في من عم بيلعبوا على أردن ما في هيدا الروح يلي قدرين يعطوه البوش تحتاني يقدر يعطي للعبين تيرجعوا بالجيم يمكن هيدا كمان تسبب أنه تكون آخر موسم لقلو ببرشلونة هو الأول كمان طب من جهة تاني كمان كنا عم نشوف أخسارة فريق يوفانتوس وفي تقلق للاعب هالند مع بروسيا دورتموند وكمان لمبابي يعني مع برشلونة أول حدا فرنسي بسجل هاتريك وحتى يعني ما في حدا ولا لاعب فرنسي بسجل هدفين ببارشلونة هالند هو الهداف بالشامبينز ليج برصيد 8 أهداف مبابي برصيد 5 أهداف مبابي بس هو كمان بالدورة الفرنسي هو متصدر لهدفين ب16 برأيك شو هو هيدا المستوى الكبير اللي عم بقدموه هل ممكن أن يكونوا هول اللعبين هني خليفة ميسي ورونالدو؟ هلأ تنامل يعني كمقارنة بين ميسي ورونالدو لا رح يكون في منافسة حتى مع لعبين شباب أخرين أكيد رح يفوتوا على المنافسة بعدين بين مبابي وهلند بس اللي قدموه هود اللعبين بهيد الجولة يعني كان كتير عالي يعني من الناحية الفردية كي بيرجعوا لورا بيستلموا يعني بيهربوا من رقب تدى المدافعين ويقدروا يخلقوا الخطورة من فرص كتير ضئيلة يعني هيدا الشي اللي عم بيميزهم ويكونوا حاسمين من كرات كتير صعبة يعني إذا ما تشوف الهدف الثالث للمبابي هو مثل طبط بلاي ستيشن أو حتى هلند تحركاته يعني بوسط الملعب أو بمنطقة الجزاء كتير كان فيها خطورة واضطر لوبيتيجي بدرب إشبيلا يعمل أربع تبديلات تقريبا بعشرين دقيقة مع بداية الشوط التاني تحت تاني يرجع فريقه للمباراة وقدر كلاس الفارق بس برأيك هل هناك مرشح أبرز للفوز بهيدا الموصل بالشامبينز ليك؟ هل قد نحكي بمرشح أبرز لأ يمكن فيه في الناس عنده أو أندي عنده حزوز أعلى يمكن منشستر سيتي وحتى باريسان جرمان بس ريال مدريد وشالسي قادرين هلأ يعملوا هيدا الانتقار ريال مدريد معاودين عليهم هيدا بطولتهم يعني اختصاصهم بالشامبينز ليك في إمكانية كتير كبيرة يضحوا بالدورة ويحطوا تركيزهم هون وشالسي مع تخال عم نشوف يعني أسلوب جديد عم بيقدر يخلق متل متل الروح بالفريق قادرة أو سيستام لعب قادرين اتنينتهم يعطوا زخم كتير كبير طي يتخطوا فريق متل أتليتيك ومدريد يلي عم بيصب تركيزه على الدورة بدي أتشكرك أنا شاربيل مرسي كتير لأولك إذن مشاهدي الأنباء سبورتس هيدا كانت حلقتنا لهيدا الأسبوع شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى